بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية جميعا اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن الفازي إكسبرت سيستم الفازي لوجيك فعليا في مصاق الذكاء الاصطناعي ممكن أن نغير اللون اللون الأسرق طبعا رمز المصاق CSCI 4304 جميعا نحكي عن الفازي إكسبرت سيستم طبعا ننصي الموضوع هذا على محاضرتين نحن نعطي في المحاضرة الأولى اللي هو الفازي لوجيك المحاضرة الجاية إن شاء الله نحكي عن الفازي إن فيرنس أو الاستنتاج بمنطب الفازي طيب بطبيعة الحال طبعا احنا هنحكي عن هنحكي عن مقدمة ايش هو الفازي وكيف انه بتم التفكير بالمنطق الضبابي هنحكي كذلك عن مجموعات الفازي سيتس او المجموعات الضبابية هنعرف ايش هو الانجوستيك والهجيز اللي منحدد فيها قديش درجة انه الفازي نس في مجموعة معينة هنشوف ايش هي العمليات اللي انا ممكن اطبقها على المجموعات طبعا المجموعات اللي هي زي المجموعات اللي مرت علينا اكيد مرت عليك في مرحلة دراسية معينة فننشوف ايش هي العمليات اللي انا ممكن ان اطبقها على الفازي سيتس كذلك هنشوف الفازي رولز كيف انه احنا ممكن نكتب نوع الرولز العادية انه كيف نكتبها بنظام الفازي لوجيك طيب بدنا ناخد مقدمة ايش هو الفازي تينكينج او التفكير الضبابي في الحقيقة انه الاكسبرتس بيعتمدوا على الكومن سينس او بيعتمدوا على البديهة في حل مشاكل معينة تمام فبالتالي انه بيقدروا انه انه هما يعملوا تمثيل بعض الشغلات الغامضة او يعني انه بتكون بدرجة معينة بحيث انه هما يقدروها تقدير حسب خبرتهم فبيتج السؤال الان انه احنا كيف ممكن نعمل تمثيل لهذه المعرفة اللي فيها ضبابية او مصطلحات غامضة في الكمبيوتر فمفهوم الفازي لوجيك في حداته انه هو انه اللوجيك اللي بيستخدمه مش ضبابي ولكن هو عبارة عن المنطق اللي احنا بنستخدمه عشان نصف الفازينس او الضبابية او الغموض تمام فبالتالي هو عبارة عن مجموعة يعني هو عبارة عن مجموعة من النظريات للمجموعات الضبابية اللي بتستخدم يعني بعض الوبرايشنز للتعابل مع التعبيرات الغامضة تمام ايش يعني تعبيرات غامضة يعني على سبيل المثال انه بدنا نصير نتطلع على الموضوع انه هو فينا عندي حاجة اسمها او درجة معينة فبالتالي انه يعني على سبيل المثال درجة الحرارة او الطول مثلا او الارتفاع او السرعة تمام او المسافة او الجمال حتى فبالتالي هذي كلها بتكون انه حسب درجات فبالتالي ممكن اجي احكي انه فبالتالي انه انا عبرت عن طول توم بدرجة معينة فبالتالي انه عبرت عن طول توم بدرجة معينة فهذا هو الفكرة في الموضوع انه التعبير عن الفاكتس عندي او الاشياء انا عندي بدرجة معينة طيب على النقيد البولين لوجيك اللي هو اللي احنا اخدناه في الباب الماضي في الباب الثاني من هذا الكتاب بيستخدم الشارب ديستنكشن يعني زي كا انه يا ابيض يا اسود ما فيش انه انا عندي شغلة بدرجة معينة فيش انا عندي اقول انه هو طويل والله بدرجة كذا انه انا عندي كريسب او انه شارب ديستنكشن انه هذا هذا الشخص يا طويل يا قصير بهذا الشكل تمام الاشكالية في هذا الموضوع ناخد مثال انه على سبيل المثال ممكن احكي انه في عندي طوله 181 سنتيمتر فبالتالي انه بحكي عنه انه هو طول ولو انا اخدت انه يعني اذا كان انه اكبر من 180 بيكون طويل واقل من 180 بيكون قصير في هذه اشكالية بتكون يعني لو اخدنا على سبيل المثال ديفيد طوله 179 فبالتالي انه حنحكي عنه سمول مع انه الفرق انا عندي بين هذا وبين توم ودايفيد بس 2 سنتيمتر يعني احنا لو لاحظنا انه الفرق بين هاي وبين هاي بس 2 سنتيمتر تمام؟ فبالتالي الفازي لوجيك بيعكس انه كيف الناس بيفكروا وكيف انه هما بيستخدموا البديهية تبعتهم انه هما في التفريق بين الاشياء تمام؟ طبعا هذا بيقدي انه نخلي السيستيمز اللي اللي احنا بدنا نطورها والاكسبر سيستيم اللي بدنا نطوره انه مور انتليجنت او بمعنى اخر انه اقرب لطريق التفكير الانسان اذا هو بيستخدم المنطقة الضبابي هاي هاي الفكرة في الموضوع طيب الان الفكرة الفازي في حد ذاتها تمام؟ او بنسميه الملتي فاليوود لوجيك ليش ملتي فاليوود؟ لانه زي ما حكينا انه مش ابيض واسود انه انا في عندي درجات الدرجات هاي عشان هيك بنسميها ملتي فاليوود طبعا اول ما تم يعني طرحها في سنة 1930 من عالم بولندي تمام؟ وحكي انه بدل ما يكون في عندي تو فاليو اللي هو ترو وفالس ممكن يكون في عندي حاجة بنسميها انه ريال فاليو او ريال نمبر والدرجة تبعتها بتكون من صفر واحد بهذا الشكل فبالتالي انه انا بحكي انه على سبيل المثال انه بدل ما احكي انه انه هذا انه هوت انه صفر او واحد ممكن احكي انه هذا سخن او هوت بدرجة معينة مثلا بوينت ايت بهذا الشكل تمام؟ عشان هيك انه احنا بنحكي هنا ملتي فاليوود فبالتالي ممكن ان نحكي نحكي عنها انه انه درجة الطول تبعه انه بوينت ستة وتمانين بهذا الشكل فبالتالي التعامل مع الأشياء بهاي الطريقة بيؤدي أنه يعني أنه نحن يكون فيها الإمكانية أنه نحن نعمل أو أنه نحن نعمل استنتاج في حال أنه عندي المعلومات الموجودة فيها بعض الغموض أو أنه نحن نسميه بمعارضة الموجودة وقد شرحت أنه بدرجة معينة أنه قد شرحت هذا الأشياء بمعارضة الموجودة حسناً فبالتالي أنه أول ما تم طرح الموضوع في 1930 بعد ذلك أنه أنا في 1937 ماكس بلانك هذا علم فيزياء ألماني برضو أنه حكى عن موضوع الضبابية ويطلع عليها أنه هي يعني بنظرة وبالمناسبة في فرق بين وبالتالي 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 بعدين في 1965 لطفي زادة أهد عالم عالم إيراني يعني نشر ورقته المشهورة اسمها الفازي سيتس أو المجموعات الضبابية تمام؟ فبالتالي أنه عمل اكستنشن للشغل تبع البوسيبليتي ثيوري اللي نشره العالم البولندي في 1930 تمام؟ وقدم مفهوم جديد في التعامل مع الفازي لوجيك أنه يعني أنه حط استخدام الناتشورال لانجوج ترمز ناتشورال لانجوج مثلا أنه نحكي أنه هذا very tall أو very cold أو very hot بهذا الشكل تمام؟ في الحقيقة زادة هو يعني أصبح فيما بعد أنه أو أبو المنطق الضبابي يعني زي ما هو معروف طبعا في الدسمية تبعته ليش أنه فازي وليش أنه لوجيك الفكرة أنه فازي أنه هو شاف أنه المصطلح الملائم جدا لوصف هذا العلم الجديد أنه المنطق الضبابي لأنه أنت فعليا أنت تتعامل مع أشياء غير واضحة أو ضبابية لأنه هذا الإشي أنه بيعتمد أنه أنه أنت كديش أنه أنت تعبر على درجة سخونة شغلة معينة أو كديش أنه هذا الشخص طويل أو كديش أنه جودة شيء معين طبعا ليش لوجيك؟ لأنه بما أنه بينطبق على أنه نظرية المجموعات أنه إحنا يعني نطبق نظرية المجموعات على على الفضي سيتس فبالتالي أنه أكيد هذا منطق والمنطق هذا أنه هو منطق ضبابي بإعادة الشكل فبالتالي الفضي لوجيك كتعريف أنه هو عبارة عن مجموعة من المفاهيم الرياضية إحنا نستخدمها للتعبير عن المعرفة بناء على إيش؟ بناء على شغلة كتير مهمة اللي هو degree of membership هذه الشغلة كتير مهمة إيش هو مفهوم إنه على النقيد من two valued boolean logic أو بنسميه binary logic اللي هو يا أبيض يا أسود يا صفر يا واحد يا true يا false إنه الفضي لوجيك هو multi valued وهنا إنه اللي بيتعامل مع حاجة اسمها degree of membership أو degree of truth تمام؟ فبالتالي إنه أنا بحكي إنه هذا hot في binary logic أو two valued logic إنه بقول يا true يا false هنا في الم multi valued logic ممكن أحكي إنه true بدرجة أنه point 2 وfalse مثلاً بدرجة عفواً true بدرجة point 8 تمام؟ وfalse بدرجة point 2 بهذا الشكل يعني إنه أنا ممكن إنه أنا أحكي هنا إنه أنا عندي هنا خط بهذا الشكل بحكي حسن بحكي حسن إستشاف إنه يعامل شكراً بحكي إستشاف إنه أنه هنا وهنا يضعي وهنا يضعي وهنا يضعي لكن في الملتي فاليود لوجيك انه هنا بيكون هنا عندي شيء اسمها بالتالي انه مثلا الموتور طبعا هذا الكلام انه انه بيكون هنا عندي يعني على سبيل المثال انه انا بحكي انه point eight انه قديش درجات السخونة تبعته لانه انا في عندي للسخونة فبالتالي انه هو في هنا عندي حاجة اسمها degree of truth او degree of membership قديش انه مدى عضويته في السخونة مدى عضويته في السخونة مش لو كانت واحد فبالتالي بيكون انه اعلى درجة في السخونة لكن هنا انه هو اقل شوية انه point eight بهذا الشكل فبالتالي انه انا ممكن احكي انه هو called تمام بدرجة point اثنين بهذا الشكل لانه هما complement لبعض هذا لو كان في عندي two sets او مجموعتين لكن لو كانت عندي اكتر فبالتالي انه ال range هذا اللي هو من صفر ل واحد بده يتوزع على المجموعات هذي كلها بهذا الشكل تمام فالفكرة في الموضوع ببساطة انه احنا بدنا نركز على حاجة اسمها degree of membership او degree of truth بهذا الشكل تمام طبعا هذه الرسمة بتوضح بشكل يعني واضح جدا انه ايش الفرق بين الكريسپ او البوليان لوجيك وبين الملتي فاليود لوجيك طبعا هنا زي ما هو واضح انه انا بيكون انا عندي منطقة معينة هذا بيكون له كله صفر تمام وهيك بيكون واحد فبالتالي انه هنا بتعمل انه يا اما black او white يعني ابيض او اسود لكن هنا زي ما انتم شايفين انه في عندي زي طايف تمام من الممبرشيب او العضوية او كلها يعني نفس الشيء فبالتالي انه بقدر انه اعبر عن شيء معين انه قديش درجة السخونة مثلا انه بدرجات معينة ببوينت اثنين مثلا او بوينت ستة او اعلى درجة اللي هي واحد بهذا الشكل فبالتالي هنا الفرق انه هنا انه عند منطقة معينة خلاص بتحول انه الصفر بيصير واحد لكن هنا بيضل انه انا في عندي ممبرشيب للفاليو المجموعات الفازي ستس المجموعات انه يعني المجموعات انه شيء اساسي في الماثماتيكس واكيد انه مرت عليك في مرحلة معينة من الدراسة يعني على سبيل المثال انه احنا بنا نعبر عن المجموعات الاكسبريشن عن المجموعات لو احكي انه كار هي عبارة عن مجموعة من السيارات فبالتالي انه انا بمثل هاي المجموعة او يعني بمثل انه هاي العناصر بمجموعة معينة يعني على سبيل المثال انه مجموعة السيارات بمثل انه على سبيل المثال سيارة بيان دابليو سكودا تويوتا فبالتالي انه هي عبارة عن ست يعني بتحتوي على مجموعة من العناصر تمام اوكي في حالة انه باستخدام الفازي ست تمام لو انا في عندي مجموعة من الاشخاص انه هاي كريس مارك جون الى اخرين تمام وهي الطول طبعه بالسنتيمتر طبعا اطولهم كريس طوله اثنين او ميتين وثمانية سنتيمتر مارك ميتين وخمسة باعدة الشكل لان دقري تبعت الممبرشيب هاي انه بنمثلها انه بنظام الكريس وباستخدام الفازي ست فبالتالي هنا انه انه انا بعبر انه عن هدول الاشخاص بشغلتين انه طويل او مش طويل انه طول فبالتالي هنا انه بحكي انه هنا طول او او طبعا طبعا هذا الكلام انه انا بحكي هنا واحد وهنا صفر بهذا الشكل طبعا ايجيت انا عند حد معين اللي هو زي الحد اللي هو يعني هو بدي يعتبر انه اذا كان اكبر من مية وتمانين تمام هذا بدي يعتبره طول كان اقال بدي يعتبره ليس طول فبالتالي انه شايف انه انا عندي عند منطقة هاي زي هيك هذا بدي اوقفها هنا بديش اكمالها للباقي لانه هذا الكلام مش صحيح انه هنا انه طول 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 بهذا الشكل واحد 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 اطوالهم لغاية 180 ايجينا عن ديفيد طوله 179 وعشان فرق اثنين سنتي او واحد سنتي خلاص صار انه هو مش طول فبالتالي بيكون انا في عندي اشكالية هنا انه انه التعبير باستخدام degree of membership بهذا الشكل يعني انه صار انقلب انه هو بس صار بطل انه هو في عنده عضوية في الاشي هذا انه صار صفر بهذا الشكل بينما بالفضل بمثل هذا الموضوع ب انا على سبيل المثال انه وثمانية وثان وخمسة هدول التنين اعتبرهم انه full membership انه هما طول يعني انه بعضوية كاملة هنا 198 اعتبروا انه فيه ممبرشب بدرجة 98 ال 181 اعتبرها انه فيه ممبرشب بدرجة 81 الان ايجي عن ديفيد هنا انه برضو هو فيه عنده ممبرشب في الطول بدرجة معينة 78 واللي برضو تعتبر عالية يعني نوعا بقى بهذا الشكل تمام فبالتالي انه انا باجي فينا عندي تدرج هنا في الموضوع نيجي لاخر واحد بيتر طوله 52 هو اي نعم اوكي هنا صفر ولكن هنا نصف يعني الممبرشب تبعته انه هو مش من مجموعة لطوال خالص يعني zero ممبرشب فبالتالي هو مش عضو فيها بالمرة ناخد على سبيل مثلا 167 هو يعتبر قصير ولكن انه طوله 167 انه فيه ممبرشب يعني بسيطة او بمقدار ضئيل جدا في مجموعة الاطوال اللي هي بدرجة بوينت 15 بنرجع بنذكر انه الرينج طبع المجموعة هادي اللي هو من صفر لواحد تمام اوكي طبعا هذا الرسمة السابقة هاي تمام انه احنا لو بنا نمثلها بشكل بياني انه زي ما شفنا انه عند 180 بالظبط انه انا صار فيه عندي هنا crisp value هذه crisp set انه بتعتمد على crisp value crisp value يعني انه قيمة محددة حادة او sharp value انه بعدها انه انه خلال المنطقة هادي كلها هادي كلها زي هيك هذا صفر وهي المنطقة كلها زي هيك انه انا عندي واحد وزي ما حكينا انه احنا ممكن نعتبره انه black or white بهذا الشكل لكن هنا انه انا عندي هنا مجموعة الاطوال بهذا الشكل تمام وهنا انا عندي تبعت الممبرشيب انه هاي العضوية هادي من صفر لو احد وهنا انه عند قطول كل شخص انه انا بتزيد انا عندي الممبرشيب بهذا الشكل تمام زي ما انتم شايفين على هذا المنحنة بهذا الشكل تمام اوكي الان الاكس اكسس بس انه احنا بنا نحط بعض المفاهيم يعني الاكس اكسس هذا انه بنسميه يعني هذا احنا بنسميه ليعل الجانب الكاذب اللي هو انه اللي هو انه عبارة عن التلفت الاجهد cinco المدس المجرد انا عرفة هنا هنا انه الخطوى الغ P courts idian أدatted 288 وهذا هو اللي احنا بنتحكم فيه او بالاحرى الدومين اكسبرت هو اللي بيحدد الرينش هذا انه فبالتالي انه انا لو بدي احكي انه الادلت او الشخص البالغ كديش انه هو بيتراوح طوله بيتراوح طوله من سنة 140 ل 215 مثلا يعني انا كا دومين اكسبرت انه انا بحكي انه حسب دراسة معين انه انا بعرف انه اطوال الاشخاص بتتراوح الاشخاص البالغين تتراوح من هذا الرينج لهذا الرينج فالإكس اكسس هذا بدنا نسمي اللي هو اليونيفرس دسكورس وحيمر علينا هذا المصطلح بمرارا وتكرارا اما الواي اكسس تمام هذا الاكس اكسس اللي هو اليونيفرس اوف دسكورس اما الواي اكسس هذا بنسميه حاجة بنسميه اسمها يعني الممبرشيب فاليو طبعه الفازي سيت والرينج طبعه زي ما شفنا انه بين الصفر والواحد فبالتالي لو حكينا انه هنا انه الاكس اكسس حسب ما انه احنا المثال تبعنا تبع الطول اللي هو مية واثنينة وخمسين لغاية ماثنين وتمانية تمام هذا الاكس اكسس تمام والواي اكسس اللي هو الممبرشيب فاليو انه الرينج طبعه بين الصفر والواحد اما اليونيفرس دسكورس هذا بيحددها الدومين اكسبرت وانه بتعتمد يعني حسب الدومين يعني انه حسب الفاريابل اللي نبت عمل معه يعني التول هذا احنا بنسميه فاريابل وبيمثل انه مجموعة الاطوال تبعه الاشخاص البالغين والورينج محدد يعني بيحدد الدومين اكسبرت اوكي طيب الان الفازي سيت وبدنا نشوف انه كيف تتعامل مع الفازي باونداريز او الحدود تبعه الفازي الان انا في عندي اي هي عباره عن مجموعة تمام واكس هي بعرفها من خلال الفانكشن هادي اللي هو اف اي اكس تمام اللي هو عباره عن الكاركترستيك الفانكشن تبعت الاي بتحدد انه الممبرشيب فبالتالي انه عند فاريابل معين اكس سمول تمام انه انا بدي اشوف انه القيمة انه صفر او واحد صفر انه ينتمي واحد لا ينتمي فبالتالي انه هاي القيمة هاي الدالة شو بترجع لي واحد اذا كان الاي او عفا اذا كان الاكس بينتمي للمجموعة او صفر اذا كان الاكس لا ينتمي للمجموعة ا بهذا الشكل يعني هذا بس مشرد انه الممبرشيب طبعا هذا الكلام كريسب فمنها بحكي انه والله انه الطول انا عندي مثلا مية واربعة عشر بهذا الشكل هادي قيمة الاكس فالدالة هادي تجي بتطلع انه ا بتروح وترجع لي صفر لانه المية واربعة عشر لا تنتمي لمجموعة الاطوال واحد اذا والله كانت انه مثلا مية وخمسة وتمانين او مية وتسعين انه ا واحد لانه الاكس بينتمي لمجموعة الاطوال طبعا هذا الكلام انه كريسب انه انا برجع لي two values فقط هذا الكلام لو بدنا نعمله نظام الفضي بده يكون في عندي حاجة اسمها لميو لميو اي اكس فبالتالي لميو هادي احنا بنسميها المنبرشيب تمام شو بتحدد بتحدد الدرجة فبالتالي انه شو الاختلاف الوضع انه انا في عندي هنا مش اقواس مجموعة اقواس مجموعة انا عندي هنا فقط كان two values يا اما صفر او واحد لكن هنا انه انا عندي range من ال value ممكن يحتمل اي قيمة بين الصفر والواحد فبالتالي هنا الميو اكس بتساوي واحد اذا كان في عندي انه اكس is totally in a بعد التالي انه بعتبره انه في عنده full membership عضوية كاملة وصفر اذا كان not in a اذا كان خارج المجموعة هذه خالص يعني ما عندوش اي عضوية في المجموعة هذه ولا بدرجة معينة وطبعا بيكون عبارة عن قيمة بين الصفر والواحد اذا كان في انا عندي ال اكس هو partially in a فبالتالي انه هو موجود بشكل جزئي او في عندو درجة عضوية او عضوية بدرجة معينة في هذه المجموعة تمام فبالتالي انه بتمت يعني degree of membership بس انه احنا عبرنا عنه بشكل فورميليش يعني formula والفورميلا هذه بسيطة جدا فبالتالي انه هي بترجع لي فعلا هي ما بين الصفر والواحد الريال فاليو ببساطة اوكي طيب كيف احنا نعبر عن الفوزي 6 في الكمبيوتر تمام اول حاجة المطلوب هو تحديد الممبرشيب فونكشن للمجموعات تبعتي يعني على سبيل المثال طول مان تمام بندع الفوزي 6 تبعتها الفوزي 6 اللي هي المجموعات يعني انا عندي ايش المجموعات اللي بتنتمي للفاريبل هذا اللي هو طول الشخص فبالتالي انا في عندي 3 مجموعات اللي هو طول شورت افريش بهذا الشكل تمام والخطوة الثانية افون الخطوة الثانية انه نعرف حاجة اسمها اليونيورس اف ديسكورس اللي هو الرينج طبع الفاريبل هذا اللي هو بضم الثلاث مجموعات الشورت والافريش والطول تمام فبالتالي هنا الشخص اللي طوله 184 ممكن يكون في عنده عضوية في مجموعتين بهذا الشكل يعني ممكن يكون في عنده عضوية في مجموعة الافريش بدرجة انه point واحد تمام وفي نفس الوقت at the same time في نفس الوقت في عنده عضوية في مجموعة تانية اللي هي الطول اللي هي بدرجة اربعة من عشرة تمام فببساطة انه احنا كيف نمثل هذا في الكمبيوتر انه احنا في عنا خطوطين الخطوة الاولى انه بدي احدد المجموعات الفازي سيتس والخطوة التانية انه بدي احدد اليونيورس اف ديسكورس وكيف تداخل المجموعات هذه في الرسمة ستوضح الامور وانه يعني فانيو معينة ممكن يكون في عندها ممبرشيب في مجموعتين وهذا اصلا هو روح الفازي انه انا يكون في عندي ممبرشيب في اكتر من مجموعة كيف زي هيك بهذا الشكل طبعا زي ما انت شايف هنا طبعا هذا كلام كريسب انه انا عندي كان سابقا انه عند ثريشولد معينة مية وسبعين مية وثمانين فبالتالي الافريج بعتبره من مية وسبعين لمية وثمانين فهذا انه انا بكون انا عندي ممبرشيب انه كريسب بهذا الشكل وهنا الطول اللي هو اكبر من مية وثمانين فبالتالي انه في مجموعة الطول انا بكون عندي يا صفر يا واحد الافريج يا صفر يا واحد والشورتس يا صفر يا واحد برجع بذكر هذا بايناري لوجيك ليش اللي انا بحكي انه الفاليو هي يا صفر يا واحد لكن انا عندي المجموعات ثلاث مجموعات اي نعم لكن كل مجموعة بتاخد احتمالين يا صفر يا واحد وهنا نفس الاشي يا صفر يا واحد وهنا يا صفر يا واحد لكن هنا الوضع بيختلف انه هذا عبارة عن فازي ست شايف الاختلاف كيف انه انا عندي هنا صار في تداخل المنطقة هاي بهذا الشكل التداخل هو اللي بيعطيني الفازينس تمام فبالتالي انه الفازينس يعني انه الافريج بدي اضيف لها فازينس فبالتالي انه المساحات هادي مثلا بدي اقتطعها زي هيك واجي احطها هنا فبالتالي بيظهر انا عندي هذا الشكل يعني الشخص اللي طوله 185 على سبيل المثال هو في اخر الافريج وفي بداية الطول لانه الطول اللي انا ممكن اجي ااخده اعمله زي هيك تمام هو طول بس بدرجة معينة يعني في اول الطول فبالتالي انه انا في عندي degree of membership بهذا الشكل فالان انه كيف انه انا عندي يعني value معينة زي ما شفنا في المثال اللي هي 184 هذه في الها value في two sets خليني امسح عشان انه تبين الامور انا 184 بروح بسقط انا عندي زي هيك بسقط سهم لفوق وكل ما يصير فيه عندي تقاطع مع مجموعة معينة تمام فبولد انا عندي membership الان بطلع زي هيك صار في عندي تقاطع مع هذا هذا اللي هو تاب على الافريج فبالتالي بروح بسقط ال value زي هيك كديش انه انا عندي هنا مثلا point واحد بكمل المسار التابعي لفوق صار في انا عندي تقاطع في المنطقة هادي زي هيك تمام بسقطها صار في انا عندي membership في الطول ببوينت اربعة وهذا ببوينت واحد فبالتالي هاي معنات انه انه يكون في عندي value في الها membership في اكتر من مجموعة لكن هنا ال value في الها يعني هنا المية واربعة وثمانين تمام هنا واحد هنا صفر صفر هيك الممبرشيب تابعتها لكن هنا انا عندي membership في مجموعتين انه في مجموعة الطول بوينت اربعة وهنا بوينت واحد وهي صفر صفر ليش؟ لانه مش متقاطع مع المنحنة تابعها بالمرة بهذا الشكل الشغلة الى الشغلة الثانية انه انا يكون في عندي تداخل شايف انه هذا crisp هنا هيك تمام التداخل هو اللي بيديني انه امكانية انه يكون هنا هنا fuzziness انه انا يكون في عندي ان ااخد الطول بدلا ما هو زي هيك انه هادي بدي يكون زي هيك والافرج بدي يكون زي هيك هادي المنطقة اللي فيها تداخل هو روح الفuzziness انه زي هيك بدلا ما انا اتعامل مع crisp value يا ابيض يا اسود فهذا الكلام اللي انا كنت بحاول ان انا وضحه انه انا عندي في الكريسب انه انا عندي الموضوع يا ابيض يا اسود انه زي هيك وكتيش انه بيكون فيه عندي فازي نصف انه عند المناطق هاي فعشان هيك انه اغلب اشكال الفازي ست يا اما بتكون بهذا الشكل تمام يا اما بتكون موجودة بهذا الشكل زي ما حيمر علينا تمام اوكي هذه المنطقة هي اللي بتديني الفازنس انه بتكون فيه تداخل انه مش كرسب انه انا في بداية داخل انه انا في بداية ال 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 لو كنت هنا على سبيل المثال انه كانت الفاليو هنا فبالتالي انه نبدأ شوف كم الممبرشيب تبعتي فحيطلع انا عندي الممبرشيب وتقاطع انه هنا 0.5 تمام لكن لو اجيت في اي منطقة من هدول المناطق اللي هنا كم الممبرشيب تبعتي انه هتكون انا عندي واحد هنا انه الفازنس انه عوسع شوية زي ما انت نلاحظ انه هنا بالمقارنة انه مثلا ممكن يكون هنا خلينا نشوف انه زي هيك خلينا نعتبر انه هادي 0.8 تمام هادي عند المنطقة هادي الخط مش كتير لكن انه وطفر يعني انه بطلعنا عندي مثلا 0.3 لو كان في عندي 2 values هنا وهنا فبالتالي هاي قيمتها هاي النقطة وانه هاي النقطة اللي هنا انه هادي قيمتها 0.8 انه كممبرشيب وهاي انه 0.3 تمام طيب الـ linguistic variables والهجز طبعا الهجز المقصود فيها انه المنطقة هاي اللي بتديني الفازنس انه هاي المنطقة وهاي المنطقة انه هنا ممكن احكي انه انه a little وهنا احكي very بهذا الشكل يعني انه هاي مفهوم الهجز فبالتالي فبالتالي الـ linguistic variable انه يعني على سبيل المثال انه هو عبارة عن فازي variable انه الـ statement انه john is tall بتقتضي انه الـ linguistic variable كيف ممكن انه احنا نستخدم الـ linguistic variables هدول جواة الرول الامر بسيط جدا الرول اللي احنا بنعرفها بشكل عادي تمام انه بتم تطبيقها واستخدامها بهذا الشكل فبالتالي هنا ماجي بحكي انه if wind is strong تمام فبالتالي هذا عبارة عن variable اللي اكتب لك عليه تمام هذا عبارة عن variable وهذا عبارة عن linguistic value طبعا هذه الـ value عبارة عن فازي عبارة عن فازي set فبالتالي strong جدايش strong ايش الدرجة تبعتها هي عبارة عن membership تمام وهنا نفس الفكرة هذا عبارة عن variable وهذا عبارة عن value then selling is good الابحار بيكون جيد جيد بقديش بيعتمد على سرعة الريح فبالتالي شايف كيف انه صار ربط بين الامور مع بعض كل ما زادت درجة الريح اكتر او سرعة الريح اكتر او قوة الريح كان الابحار انه جيد اكتر فبالتالي هنا فعليا انه بيكون انا عندي استخدام الفازي لوجيك فبالتالي بيدي ياك تتخيل الموضوع ببساطة انه في الفازي لوجيك في الفازي اكسبر سيستيم بيكون انا عندي الانبوت عبارة عن number value هذا الانبوت او خليني ارسم لك اياها انا في السلايد التانية انا حول لك على اللون الازرق هذا الاكسبر سيستيم العادي وهذا الفازي اكسبر سيستيم هنا الانبوت انا عندي تمام صفر او واحد والاوتبوت صفر او واحد بهذا الشكل يعني بمعنى انه انا باجي بحكي انه في رول معينة انه مثلا انه اذا كانت الشمس طالعة انه القيمة تبعتها صفر او واحد تمام فبالتالي انه مثلا انه انا بدي اروح بدي اروح على البحر برضو فهذا عبارة عن فاكت انه صفر او واحد بهذا الشكل لكن هنا الموضوع انا عندي مختلف فبالتالي هنا انه انا عندي الانبوت عبارة عن ريال فاليو بين الصفر والواحد ايو كرينج تمام والاوتوت برضو كذلك عبارة عن رينج بين الصفر والواحد ريال فاليو كذلك بهذا الشكل تمام فبالتالي اذا كانت سرعة الروح سرعة الريح انه سترونج طبعا سترونج هذه فيها من برشي بمعينة قديش انه والله بوينت تمانية قديش انه والله السيلينج اس جود والله ممكن يكون انه جود بدرجة على سبيل المثال انه بوينت خمسة وسبعين او بوينت سبعة بهذا الشكل فبالتالي هنا شايف كيف الاختلاف انه انت عندك هنا انبوت قيمة ريال والاوتبوت انبوت قيمة ريال على عكس الاكسبيل سيستم العادي فبالتالي هذا فيه له تطبيقات كتيرة انه انت يعني حصا في الكنترول لما بدك تيجي على سبيل المثال انه انت بدك تعمل جديش مقدار التبريد اللي انت يفترض انه انت تعطيه للمحرك فبالتالي انه اذا كان درجة المحرك انه عالية جدا انه بمقدار مثلا مثلا بوينت تسعة فبالتالي مقدار التبريد يفترض يكون كذا انه انا يفترض انه هحط له ماء بارد درجة حرارته انه كذا يعني زي هيك فبالتالي انه هاي روح الفازي درجة لانه يفترض انه درجة حرارهfend انه انا اخذ مثال تاني انه اذا انه انا نراحتي هيك فبالتاليwn الوعي ونها اخت rhythm ماشي بس هنا long long كديش كديش long عندك تلات شهور تلات سنوات فبالتالي هنا انه completion risk is high كديش ال high عندك high كديش احتمالية انه يكون high تزعين في المية point 9 ولا point 5 ولا ايش بالظبط فبالتالي انه هذا عبارة عن variable وهذه عبارة عن value وهذا variable وهذه value والvalue وهذه فضي انه بتمثل انا عندي منبار شيء معينة هنا انه if speed is slow then stopping distance is short طبعا هذا الكلام انه ممكن تطبيقه في انه يفترض انه يكون انه self driving car عنده awareness او معرفة بيرول معينة انه والله لما تكون السرعة بطيئة فبالتالي انه انه لما بدك تدرب بدا تكون انه مسافة التوقف كذلك قصيرة يفترض انه زي هيك بس قديش انه بطيئة 20 كيلومتر 5 كيلومتر 3 كيلومتر في الساعة السرعة و قديش انه short سرعة التوقف هل هي مثلا 10 متر 30 سانتي قديش بالظبط فبالتالي انه هنا بيعتمد هذا بيعتمد على هذا فبالتالي انه هاي هاي مفهوم الفازنس بيجي بهذا الشكل اوكي طيب الان شفنا مفهوم linguistic variable نجي الان لموضوع الهجز الهجز بدي اضيف مصطلحات انا عندي تمام عشان اغير شكل الفازي set يعني هنا كان المصطلحات انا عندي او شو اسمه انه strong ايش بدي اضيف لها very strong somewhat strong هاي المصطلحات هاي المصطلحات هاي بتمثل الهجز اللي هي انه somewhat quite more or less slightly very انه هي عبارة عن adverbs انه هنا بستخدمها و هنشوف الان كيف هتشكل او تغير شكل الفازي set طيب الان لو كان في عندي ثلاث مجموعات اساسية اللي هي short هاي معلم عليها زي هيك وال average تمام وال very tall اه افوا مرة تانية المجموعات الاساسية اللي هي short وال average وال tall الان عند اضافة الهجز راح يصير انا عندي قلينا اكتب لك اياه بلون تاني انه هنا very short و very tall فبالتالي انه هاي مجموعة tall زي هيك هادي مجموعة tall اوكي و مجموعة very tall لاحظ انه هي داخلة اكتر زي هيك فبالتالي انه هنا يعني انه هاي هاي هيك مجموعة very tall اعلم لك اياها عشان تشوفها هاي كلها مجموعة very tall طبعا بهذا الشكل مش داخلة فيها المنطقة هاي فبالتالي هادي المنطقة هي عبارة عن تداخل بين tall وهنا نفس الاشي انه انت عندك انه short انه هذا ال edge زي هيك انه انت سحبته جوية لجوه زي هيك انه صار very short انه بمعنى اخر انه انت قللت القيمة زي هيك خلينا ناخد مثال انه انا عندي ال value اللي موجودة هنا ال value اللي موجودة هنا واضح انه هي 185 اوكي في عندها membership مع very tall بمقدار قديش خلينا نقول انه point 18 مثلا اوكي وفي عندها membership مع tall بمقدار قديش point 5 اوكي فبالتالي هو في بداية very tall تمام لانه الممبرشيب تبعته انه point 18 تمام وعنده عضوية يعني لا بأس فيها يعني تقريبا انه membership point 5 في مجموعة tall بهذا الشكل تمام ومجموعة 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 هذه تغير شكل الدرجة تبعت ال variable هذا هنا بالرسمات ستوضح الأمور أكثر هنا little فعليا نغيركم باللون الأزرق little هي عبارة عن نفس الدالة الأساسية الدالة الأساسية زي ما انتم شايفين ارسمتكم إياها بشكل أوضح باللون الأصفر زي ما انتم شايفين اللي هو الخط الهافت هذا انه هذا هو الشكل الأساسي الآن لما تيجي تحكي انه little فعليا انت بتضيق الست هادي شوية فبالتالي انه انت عندك على سبيل المثال انه hot او مثلا slow a little slow فبالتالي انه بتكون انه الدرجة تبعتها أقل انه انت بتقلل الدرجة تبعتها فبالتالي هي نفس المنبرشيب تبعت الدالة ولكن ترفعها للقوة point 1.3 slightly بتزود او بتقلل بتزغر الست هادي بهذا الشكل بتزيد الهجز تبعتها او بتقلل الحدود تبعتها بترفعها للقوة 1.7 very بتكون اكتر بترفعها للقوة 2 شايف انه كل مالها بتنحف الست فبالتالي بديك تتخيل الموضوع انه الست هادي اللي برا انه على سبيل المثال انه short تمام وهادي انه بقدر اقول عنها انه هي little short اوكي وهنا نفس الاشي تمام يبقى هادي short وهادي اكتريني short اوكي فبالتالي بتكون هنا مرفوع على القوة 3 بترفع على القوة 4 بصير very very short زي هيك يعني عسبي مثال شايف جديش انه هي نحيفة بعيد الشكل الان نيجي للعكس انه انت توسع فبالتالي انه فعليا انه بدل ما انت ترفع على القوة بتصير بتحط تحت الجدر هنا more or less انت فعليا تطلع برات المنبأ يعني الفازي 6 الاصلية اللي هي بتكون شكلها عبارة عن متلب سموت هنا برضو نفس الاشي يعني المور or less او السموت هدول التنتين نفس الشي يعني نفس الرسمة ونفس المعادلة اوكي انديد شكلها مختلف شوية انه تزودت في مناطب ونحفظ في مناطب اخرى فبالتالي عشان هي الممبرشيب فيها رفع على قوة اذا كان الرينج من كذا لكذا تمام وفيها انه واحد ناقص انه في منطقة تانية اذا كان انه بين النص والواحد هنا بين الصفر والنص بهذا الشكل اوكي طيب نأخد الان العمليات على الفازي 6 ليش نأخد العمليات لانه احنا بدنا نعمل استنتاج وبدنا نستخدم الفازي لوجيك فبالتالي لازم اعرف العمليات اللي بتصير على الفازي جوجيك طبعا يعني نظرية المعلومات يعني عفوا نظرية المجموعات طبعا يعني انه طريحت في يعني اواخر القرن التسعة عشر من جورج كونتور واكيد النظريات حدي مرت عليك سابقا في مرحلة دراسية معينة وحنشوف كيف احنا نستفيد منها ببساطة الكونتور سيت انه في عندي الكومبليمنت انه عندي هاي المجموعة ايه والمجموعة المنكملة نطقي اللي هي كل هاي المنطقة اللي انت شايف انه هاي الكومبليمنت اللي هي النطقي هاي هاي كل هاي 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 او معانه هنا كبان نطقي الكونتينمنت انه هنا اي اي تنتمي لبي ببساطة تمام الانترسكشن اللي هي المنطقة هاي اللي هي مجموعة العناصل اللي بتنتمي لاي وبتنتمي لB في نفس الوقت والunion اللي هو عبارة عن كل العناصر تبعات A و B اللي هو الاتحاد هاي المنطقة هاي كلها هذه هي العمليات على المجموعات طيب نيجي للكومبليمنت الآن في الكومبليمنت انه who does not belong to the set مين اللي ما بينتمي للمجموعة طبعا هذا الكلام في الكريسب في الفضل بنفعش اسأل هذا الكلام لانه احنا اتفقنا انه فيش عندي حاجة يسمها يبيض يسود يا بتنتمي يا لا بتنتمي لا انا بنتمي ولكن بدرجة معينة فبالتالي هنا how much do the element not belong to the set كيف ديش الدرجة اللي عناصر معينة ما بتنتمي للمجموعة فبالتالي انه هذا بينتمي للمجموعة ما بينتمي للمجموعة فبالتالي احنا اتفقنا انه الرينج انا عندي بين الصفر والواحد تبعت الميمبرشيب فبالتالي انه الكمليمنت تبحث يعني لو افترضنا انه الكمليمنت اللي هو not a راح يكون عبارة عن واحد ناقص الميمبرشيب يعني على سبيل المثال لو افترض انه انا في عندي طول تمام اذا الرينج والميمبرشيب تبعتي مثلا point 8 تمام النط طول ايش راح تكون انه واحد ناقص point 8 راح تكون انا عندي point 2 فبالتالي النط طول يعني انا قديش انه انا ما بنتمي للمجموعة للنط طول فبالتالي انه بتكون انه هي بقيمة point 2 الانتماء لانه هنا which set belongs to the which other set وهنا which set belongs to the other set الى نفس الشيء تقريبا لانه موضوع انه الانتماء انه هنا صحيح لا تنتمي ولا تنتمي هنا برضه تنتمي ولا تنتمي لكن بدرجة معينة موضوع الانترسكشن في الانترسكشن في الكريسب انه انا ايش العناصر اللي موجودة في المجموعتين موجودة في العناصر A وموجودة في المجموعة A وموجودة في المجموعة B تمام لكن في الفضي set انه بصير بسأل how much the element in the both set او بمعنى قديش درجة العضوية للعناصر في المجموعتين فبالتالي انه كيف بده احصل عليها انه الانترسكشن هنا انه انت بدك تشوف العناصر المشتركة لكن هذا الكلام في الكريسب لكن في الفضي انه التقاطع بتروح بتجيب المن يعني على سبيل المثال لو كان في انا عندي اكتبلكم اياها اين هنا لو كان انا عندي مثلا المجموعة A الممبرشيب تبعتها مثلا point 7 والمجموعة B الممبرشيب تبعتها point 2 طبعا مش بالضرورة يكون مجموحهم واحد لانه ممكن يكون في عندي مجموعة ثالثة C وبالتالي الممبرشيب تبعتها point 1 هيك بكون مجموحهم انه واحد بهذا الشكل الان لو حكيت انه A تقاطع B فبالتالي ببساطة انه بتروح اخد المن value بين point 7 والpoint 2 فبالتالي A تقاطع B بتساوي point 2 اوكي تمام حسب هذا القانون اليونيون اليونيون بروح باخد الماكس نفس المفهوم بس بروح باخد الماكس فبالتالي لو احنا طبقنا على المثال السابق ان انا عندي هنا A بتساوي point 7 المنبرشيب تبعتها وال B بتساوي point 3 المفترض ان انا فيها عندي مجموعتين فبالتالي انه A اتحاد B بتساوي point 7 خدت الماكس مجموعتين اوكي طبعا هذا الكلام انه يعني توضيحها على شكل رسمات انه انا عندي هاي A تمام هاي النقط A الكمليمنت بهذا الشكل الكنتينمنت انه انا ممكن يكون فيه عندي هنا مثالين انه هاي انه A تنتمي لبي بس هنا بدرجات انه مختلفة عشان هيك انا فيه عندي محطوط مثالين طبعا هنا انا عندي التقاطع انه تقاطع المجموعتين انه انا عندي هاي المنطقة اللي فيها التقاطع فهي الناتج تبعها زي هيك والاتحاد اللي هو كل هاي المساحة بهذا الشكل طبعا هنا باخد المن فاليو وهنا باخد الماكس فاليو طيب الان نيجي للفازي رولز وليش احنا اخدنا نظريات المجموعات عشان نربط لك المواضيع مع بعض وليش احنا اخدنا الانترسكشن واليونيون ببساطة في الفازي رول انه انت لما يكون في عندك انت الانت عبار عن انترسكشن فبالتالي بتاخد المنموم فاليو وفي الانت هذا عبارة عن انترسكشن تمام فبالتالي بتروح بتاخد المن اخد المنم فاليو وفي الانترسكشن واليونيون فبالتالي انت بتروح بتاخد المنم فاليو يعني بمعنى اخر انت شفنا كيف استخدنا عمليات على المجموعات اللي هو الانترسكشن واليونيون انه احنا طبقناها في الرولز اللي هي الانت والار طبعا كان اول مرة لطفي زادة انه طلع البيبر تبعته انه كانت في الالف تسعمائة وسبعين في الالف تلاتة وسبعين طلع بيبر تانية واللي كانت الها تأثير كبير انه هو يعني حدد شكل كيف انه ممكن له سلوب معين كيف ممكن نستخدمه نستخدم الفازي رولز في حاجة اسمها الكمبليكس سيستم انه ككنترول سيستم انه كله بيعتمد على الفازي لوجيك وهذا هو روح الهندو انه فعليا انه يعني اغلب الكنترول سيستم المعقدة والذكية انه فعليا تعتمد على الفازي لوجيك اوكي ايش الفازي رول انه احنا عنا الكلاسيكال رول انه اف اكس از اي وواي از بي هذا الكلام انه في الكلاسيكال ونفس الشيء ممكن احنا نطبقه على الفازي فبالتالي اكس هتكون هي الفاريابل والواي بردو كذلك ال اكس والواي هي عبارة عن الفاريابل والأي والبي هادي عبارة عن الفازي ستس فبالتالي اعني نكتب لك اياها هنا انه هدول التنين هدول عبارة عن تمام تمام والأي والبي هادي عبارة عن فازي ستس تمام اوكي تمام ايه طبعا الفاليو تبعتهم انه بتتحدد انه حسب اليونيفرس تسكورس لل اكس كابيتال والواي السمال اللي هو الفاريابل الكبير اوكي ناخد مثال طبعا هنا انه في البياناري لوجيك انه بكون في عندي هنا true او false انه على سبيل المثال انه ممكن اقول انه اذا كانت السرعة اكبر من 100 فبالتالي انه stopping distance is long واذا كانت اقل من 40 stopping distance is short فبالتالي موضوع هنا الشورت عفوا اللونغ والشورت اللونغ والشورت تمام هدول ممكن تكون انه عبارة عن fuzzy set اللي هي stopping distance انه هدا ك فبالتالي انه بياخد 2 value long وشورت وهدي عبارة عن مجموعتين في في fuzzy sets الان هنا انه بيعتمد على numeric value بهذا الشكل ممكن هذا كمان انه احنا نحاوله ويصير انه ك fuzzy بهذا الشكل فبالتالي انه 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 اذا كانت ال speed هذا عبارة عن ال variable و fast عبارة عن fuzzy set وهنا speed وهنا fuzzy set slow فبالتالي انه ال speed انه في مجموعتين اللي هو fast والslow وال stopping distance برضو في مجموعتين اللي هو long و short بهذا الشكل تمام اذا احنا حددنا universe of this course بين الصفر وال 220 لانه هي maximum speed للسيارة بهذا الشكل تمام وممكن انه احنا نحط يعني في speed انه هنا عندي ثلاث سرعات اللي هو slow و medium و fast بهذا الشكل تمام وال stopping distance انه لو حكينا انه اقصى مسافة ممكن تتوقف فيها السيارة لو كانت انه هي باقصى صورة عالية 300 متر ممكن تاخد 300 متر لما تتوقف فبالتالي انه لو حطينا stopping distance انه universe discourse من صفر إلى 300 تمام وممكن نحنا نوزحهم على مجموعات fast distance اللي هو short و medium و long اوكي طيب الان كيف بتتم عملية الاستنتاج انه fuzzy rules بروح بيطبق او بيستخدم fuzzy sets وبيطبق عليها العمليات اللي احنا شفناها هذا الكلام هنعطب بالتفصيل في المحاضرة الجاية لكن انا بدي اناوه لنقطة معينة اللي هي انه rules to some extent بمعنى اخر انه fire partially ليش لانه انا عندي انه في الexpert system العادي يا true يا false فبالتالي انه احنا بنقدر نقول انه الرول انه يا تنفذت يا ما تنفذت اش لكن هنا انه في الفيزي system ممكن انه نقول انه الرول صار لها fire بشكل partially بهذا الشكل طيب طيب ناخد مثال ليوا طول و heavy هنا الرول ما تقول انه اذا كان height is tall اذا كان طول اذا كان الارتفاع طويل او طول الشخص طويل then weight is heavy كل ما زاد طول الانسان بيزداد وزنه لانه طول بياخد في الوزن اكيد بطبيعة الحال ولكن بجديش اكيد هذا الكلام بدرجة معينة تمام وهذا الكلام بيحدده domain expert وحكينا الكلام هذا انا يعني universe of the scores ك domain expert انه انا باجي بقول انه الادلت الرنج تبعه من 160 ل 220 بهذا الشكل وهاي المنبرشب تبعتها بهذا الشكل كذلك انه domain expert بيجي بيقول انه والله انه بالنسبة للشخص البالغ الاشخاص البالغين بتراوح اوزانهم بين 70 وال120 ع سبيل المثال تمام فبالتالي انه المنبرشب بتكون انه انه وزنه تقيل انه كل ما زاد انه الوزن بس بجديش انه انا عندي هنا المنبرشب بجديش يعني انه مثلا ع سبيل المثال انه انت عندك هنا 75 المنبرشب 0.5 على سبيل المثال عندك هنا 90 عندك هنا 0.9 بهذا الشكل اوكي طيب الآن انا في عندي هذه عبارة عن variable وهذه عبارة عن phase set وهذه عبارة عن variable وهذه عبارة عن phase set بدي ارجع اذكرك هنا في هاي انه انت عندك في الفضي expert system انه انت عندك ال انبوت انه في الفضي expert system انه الانبوت هو عبارة عن number value والاوتبوت عبارة عن value طبعاً من الصفر والواحد وهنا بين الصفر والواحد لهذا الشكل فبالتالي انه هنا ايش بدي ادخل بدي ادخل الطول يعني لو بدي اجي اقول والله طوله مية و سبعة وتمانين جديش الميمبرشيب تبعت الهيفي بدي اجي اقول انه الميمبرشيب تبعت الهيفي والله انت هيفي ببوينت مثلا سبعة خمسة هذا الكلام انا كيف طلعته طلعته بناء على الفضي expert system هاي بهذا الشكل انه بدي اصير الاستنتاج انا عندي بهذا الشكل شوف كيف طبعاً هذا الكلام اسمه monotonic selection اوكي يعني على سبيل المثال انه انا باجي بعمل اسقاط الشخص اللي طوله مية واربعة وتمانين باخد منبرشيب في الطول قديش على سبيل المثال بوينت ثلاثة تمام هذا الكلام بروح بسخته هنا انه بوينت ثلاثة هنا بطلع طوله قديش اعفواً وزنه قديش انه على سبيل المثال ستة وسبعين بهذا الشكل اوكي تمام وهنا نفس الاشي مثال تاني انا عندي انه لما يكون انا عندي الطول او الوزن انا عندي خلينا نقول انه تسعين قديش الميمبرشيب انا عندي هنا مثلا انه بوينت تسعة وهذا الكلام انه قديش انه باخد ميمبرشيب هنا برضه في مجموعة الويت او الفلسلسل تبعه الويت وبيكون انا عندي الميمبرشيب انه انه اللي 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 الميمبرشيب انه ما ياخده بوينت تسعة كديش بيكون وزنه بيكون وزنه على سبيل المثال انه خلينا نقول انه هنا تسعين بهذا الشكل بالتالي هنا بالتالي هنا اللي بصير فعليا اللي بصير فعليا اللي بصير فعليا انه انا عندي في الوزن هذا. انه انا اجيت دخلت. انا عندي الطول مية تلاتة وتمانين. تمام? هذا له ممبرشيب. مثلا بوينت سبعة خمسة. تمام? باجي عند الطرف الثاني انه بقول انه ال بوينت سبعة خمسة. طبعا هذا الكلام انه جبت انه من الوزن. عفوا من الطول جبت قديش الممبرشيب. اخدت الممبرشيب هذا عند الفزي ستة طبعة الاوتبوت انه ال مية وخمسة سبعين قديش بيقابلها وزن. بقابلها مثلا تلاتة وتسعين كيلو جرام. انا قاصد انه احط لك هنا. وهذه عبارة عن مية وتلاتة وتمانين سنتيمتر. تم تخيل الموضوع كيف? انه هنا انه والله ادخلت انبوت انا عندي مية وتلاتة وتمانين سنتيمتر. فبالتالي الوزن بيطلع انا عندي تلاتة وتسعين كيلو جرام بهذا الشكل. وهذا الكلام انت ممكن تبقه على المحركات انه انت عندك والله حرارة المحرك عشرين درجة مقاوية تمام فبالتالي درجة التبريد لازم تكون مسلا درجة سبعة. زي هيك يعني بهذا الشكل. فهاي الفكرة تبعت الفازي. الفازي اكسبرس سيستم. انه انا عندي الانبوت عبارة عن values والout عبارة عن value. لاحظ ان انا عندك هنا عبارة عن variable. انت حصلت الممبرشيب. الممبرشيب هذي اخدتها عند الطرف الثاني. جبت منها value بهذا الشكل. اوكي. طيب. هنا مثال ثاني انه يعني انت ممكن يكون في عندك multiple indesident انه انت في عندك هنا انه انت عندك اذا كان البروجيكت دوريشن از لونج. وبروجيكت ستافنج از لارش. انه انت عندك يعني اشخاص كتير بيشتغلوا في المشروع. انت الفاندينج از ان اديكويت. غير كافي. فبالتالي دين ريسك از هاي. لاحظوا هنا انه انت عندك انت لثلاثة variables. انه هدول الثلاثة وثلاثة فازي ستة. يعني هنا انت عندك كل variable فيه له مجموعة فازي ستة. طبعا هنا فيه rule تانية. انه فيها or. انه اذا surface is excellent. طبعا هذا الكلام في restaurant في مطعم. or food is delicious. يعني ممكن يكون انه الاكل زاكي كتير ولكن الخدمة انه يعني help yourself. يعني انه انت اخدم نفسك بنفسك. يعني او الخدمة مش كتير. فبالتالي في اي حالة من الحالتين هدول انه tip is generous. الاكرامية راح تكون انه يعني كريمة او يعني راح تعطي بخشيش كتير للمطعمة هنا. فبالتالي انه الفكرة في الموضوع هنا انه في عندي هنا multiple antecedents سواء كانت and او or. هذا كلام في الفازي رولز. كذلك ممكن يكون في عندي ايش. في في ال في ال then part ممكن يكون في عندي اكتر من جزئية لاحظ هنا انا في عندي semi colon انه hot water is reduced. اذا temperature is hot. هذا في الف part. انه انا في عندي في ال then part في عندي two actions. انه ال hot water is reduced. وال cold water is increased. فبالتالي ممكن يكون في عندي هنا اكتر من part في then rule. تمام. هيك تقريبا انه بنكون انه احنا خلصنا الفازي expert system كفازي logic. المحاضرة الجاية راح يكون انه هادول هادول التوصلة او هادول يعني two rules انه انا بدي يكون في عندي اكتر من part في ال if part. اكتر من antecedent في ال if part. سواء كانت and او or. كيف بدو يتم الاستنتاج باستخدام نظام الفازي logic. تمام. في حال انه كان انا عندي فقط بهذا الشكل. انه زي ما انتم شايفين. بروح منستخدم حاجة اسمها monotonic selection بهذا الشكل. انه باجي بعمل اثقاط بهذا الشكل من value. بجيب membership. بروح على membership من هنا. بروح بجيب value في الدين part بهذا الشكل. لكن لما يكون في عندي هنا اكتر من part بدنا نشوف كيف بدو تتم عملية الاستنتاج. وهذا هنحكي عنه في الدرس القادم ان شاء الله. بتمنى انه المحاضرة واضحة بالنسبة للكم. واذا في عندكم اي سؤال ممكن تسألوني اياه على المنتدى. اعطيكم العافية. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر